المؤشرات الأداة تقسم إلى 4 أنواع لأنها ترتبط بأربع أهداف إذن عندنا أربع أهداف سيترتبط معها أربع مؤشرات لذلك أنواع مؤشرات الأداة في العادة هي أربع أنواع من مؤشرات هذه الأربع أنواع من مؤشرات تبنى من أسفل إلى أعلى ولذلك سعدها الآن من أسفل إلى أعلى النوع الأول مؤشر يسمى مؤشر الأداة الرئيسي أو ما نسميه keep eyes هذا المؤشر يقيس مستوى كفاءة تنفيذنا المهمة ثم بعد ذلك مؤشر أعلى منه ويحتوي على مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية ولكنه أعلى منه ويسمى سقف مرحلة ما ويسمى مؤشر الأداء هذا المؤشر نسميه مؤشر قياس مرحلة ما مل يتحقق فيها ثم بعد ذلك لدينا مؤشر نتائج هذا المؤشر نتائج القيس ما الذي حصله في النتيجة معينة ثم بعد ذلك عندنا مستوى الأعلى مؤشر نتائج رئيسية كونوا معنا للتعرف عليها أكثر